أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تحسين البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية من خلال تطوير الإطار التشرعية جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات على هامش مشاركته في اجتماعات قمة بريكس وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد لتصل إلى 65% خلال السنوات القليلة القادمة كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحيها امتيازات استثمارية حسب كل قطاع